ما نلاحظه حتى الآن يبرز بوضوح أن مالي تعيش نوعا من المنعطف في حياتها ليس فقط سياسية بل حتى الاجتماعية والاقتصادية لأن تدخل القوات الفرنسية والذي أنهى هيمنة القوات المسلحة للمستطرفين بشكل قوي حيث كان هناك نوع من التحالف بين مجموعة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد ولاحظنا كيف أن التوارق في منطقة الشمال كانوا يهدفون إلى إنشاء دولة جديدة ما يسمى مجموعة الأزواد كل هذه التحركات الآن تخضع لنوع من جميد خاصة وأن الرئيس الجديد إبراهيم بوبكر كيتا استطاع في الانتخابات الأخيرة أن يحصل على أغلبية صاحقة 77.100% وقارب 80% وبالتالي هو اليوم يحصل على نوع من الشرعية الدستورية والشعبية لتمكنه من المساهمة بقوة في بناء الدولة أو في إعادة بناء الدولة